بحضور قدس الأيكونومات إيرينيو سمدنات مسؤولي مكتب الزواجي وبيت العائلة المسيحي أقيمت في قاعة القديسين قسطنطين وهيلاني في كنيسة البشارة العبدالي أول محاضرة للدورة الرابعة والعشرين من برنامج خاتميني على صخرة الرب بمشاركة ما يقارب ثلاثين خطيبا وخطيبة شارك في الدورة التي حضرها السيادة المطران خيرستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس كل من الأب إغناتوس خليفة والمرشدة سمر تادروس الذين ركزا على ضرورة أن يضع الطرفاني تصورا واضحا للحياة الزوجية مع أهمية معرفة كل منهما اهتماماتي وأولوياتي ومسؤوليات الطرف الآخر ثم أكمل المدرب خليل وهاب اللقاء بالحديث عن شخصياتنا في الزواج حيث قدم محاضرته بحديث روحي قيم وأكملت من بعده المرشدة سمر تادروس الحديثة بموضوع رابط لا ينقطع